موجود في باريس في صحبة الرئيس عبد الفتاة السيسي لحضور قمتين القمة الأولى لدعم السودان والقمة الثانية لدعم القر الأفريقية حدثنا عن لأن القمة عنوانها الرئيسي دعم مالي واختصادي لسواء اقتصاد السوداني أو الاقتصاد الأفريقي في أعقاب جاء أحد كورونا حدثنا عن هذين المؤتمرين شكرا جزيلا سناج شكرا لمشاهدينك خليني أفصل ما بين الملفين لأنه الملف الأولاني يعني مركز على الاقتصاد السوداني اللي بيمر بمرحلة تحول وأيضا السودان نتيجة لي أنه فترة طويلة كان يعني ما فيش تعاملات مع المؤسسات المالية الدولية ونتيجة لأنه تم التصنيف بتاعه وكده فيعني ده أثر سلبا بدرجة قوية جدا على الاقتصاد السوداني النهاردة الاقتصاد السوداني بيرجع مرة تانية يبقى جزء من المنظومة العالمية والدولية ولكن طبعا تبعات المرحلة الماضية وأثارها متمثلة في الدين وأعباء ومتمثلة في إصلاحات اقتصادية ضخمة لها أثارها إحنا مرينا بيها في مصر وكده وبالتالي فالمؤتمر الأولاني دوت بيتكلم عن كيفية يعني يعني أنه المجتمع الدولي والدول المنحة والمؤسسات المالية الدولية تتساعد الاقتصاد السوداني وتساعد السودان على أنه هو يتعد أو يتغلب على هذه المرحلة الصعبة جدا يعني أنا من وجهة نظري مرحلة محتاجة تكتفنا كلنا وقفنا جنب أشققانا في السودان علشان يعدي المرحلة دي يمكن إحنا مصر يعني والأشقاء العرب وكده سندنا يعني في صندوق النهدي الدولي أنه يعني يسقط الديون عن السودان ويعني حرص سيادة الرئيس أنه هو يبقى موجود في المؤتمر الخاص بالسودان بيعكس مدى اهتمام مصر بقيادتها الحكيمة أنها تكون مع الأشقاء في السودان وتبقى داعمة ليهم في كل المحافل الدولية لأنها فترة يعني محتاجة فعلا تكاتف قوي جدا ويعني إن شاء الله بإذن الله يعني المؤتمر يكون ناجح ونقدر بكرا إن شاء الله ناخد دعم قوي جدا للسودان واقتصادها في هذه المرحلة مرحلة تحول الاقتصاد السوداني والتغلب على ديونه والتغلب على يعني برضو ودخلوا فيه عملية تحليل سير العملة وعملية التعامل مع ملف الدعم في المحروقات وفي حاجات كتير جدا طبعا كل دا بيبقى ليه أثار وأثار وإحنا عشناها في مصر وعرفنا فطبعا وجود دعم قوي جنب الأشقاء في السودان هسعيدهم على إنهم يتغلبوا على هذه المرحلة